تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لالتهاب الكبد كل عام في 28 يوليو للتوعية بالتهاب الكبد الفيروسي الذي يسبب التهاب الكبد المؤدي إلى أمراض خطيرة وصراطان الكبد وأولت الدولة المصرية اهتماما بالغا لمواجهة التهاب الكبد كبد الفيروسي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الأمر الذي لقى العديد من الإشادات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بهدف الزيادة ورفع التوعية بالتهاب الكبد الوبائي تم تخصيص يوم عالمي لهذا المرض يوافق السامنة والعشرين مليوليو من كل عام من أجل تشجيع ودعم عمليات الوقاية والتشخيص والعلاج منظمة الصحة العالمية تنظم العديد من الأنشطة تؤكد خلالها الضرورة الملحة لاتخاذ الجهود اللازمة للقضاء على التهاب الكبد الوبائي بحلول عام 2030 بوصفه تهديدا للصحة العامة الدولة المصرية أولى تهتماما بالغا لمواجهة التهاب الكبد الوبائي فيروسي عاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الأمر الذي لاقى العديد من الإشادات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لعبت دورا هاما وبارزا في القضاء على فيروسي في مصر كما نجحت في الكشف وتقديم العلاق والقضاء على فيروسي لأكثر من مليوني مواطن وهو الأمر الذي نجح في تحويل مصر من دولة تضم أكبر عدد من المصاب فيروسي إلى الدولة صاحبة التجربة الرائدة في مواجهة هذا الفيروس والقضاء عليه كما حققت مصر تقدما كبيرا فيما يتعلق بإنتاج أدوية علاج فيروسي الأمر الذي نتج عنه انخفاض تكلفة العلاج الدولة المصرية تول اهتماما كبيرا بصحة المواطن عبر إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي تستهدف في المقام الأول الاهتمام بصحة المواطن فضلا عن إطلاق مشروع تأمين الصحي الشامل لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصري الذي يأتي في مقدمة أولويات الدولة